تمر بنا الايام سرعة كأننا نرى سرعة الايام كالبرق انبارك فإن كنت ذلق في الحصيف وحكمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله علي فضل صلاة والسلام السلام عليكم وبنات إن شاء الله تكونوا لبس وتكونوا بخير وتكونوا هانين يا رب العالمين يمجدكم مع روتيني على النهار اليوم اللي فيه تشوفوا فيه منوعة إن شاء الله كيفاش درت وكيفاش طيب تقاطويا اللي رقم تشوفوا فيه هنا يا درت صابلي درت يعني عجينة واحدة قسمتها على زوج ودرتها فيتفي درتها على نوعين درتها واحدة بالشوكولة كما كم تشوفوا هنا يا ودرت واحدة بلا مورنغ بكون فيتشورين مورنغ كانوا جايين هنا يا لحباب احبابنا يعني جاينا حين يهنوا كما قلت لكم كانت أختي مزيدة شابتوا لي يد دونك راحين جاينا يعني عبادة يهنوننا إن شاء الله كما قمتوا هنا بديت نوجد درت القاطون تعي نهار من أقبال درت الطمينة يعني حمصت الطمينة تعي وهنا لنهار اليوم اللي راحا ندير روح فيه يعني درت لكم هنا نهارين النهار اللي راحا ندير روح فيه درت شوية تعب غرير ثاني وهنا يا كنت روحت لدانة روحت لدانة وبديت نوجد هنا يا كما قدوا كادوا جاوضية في نتوعنا هنا كنا راح نحطوا لهم يعني المشروبات وجدنا كنا نوجدوا يعني من أقبال وجدنا دبغ القاطو وحطينا في البلاطو وجدنا المكسرات وجدنا كلش على فانس ومبعدها بعد ما جاو ضيافنا هنا يا حطينا لهم المشروبات والمكسرات هما لولين كيما كم تشوفوا هنا يا كيما قلت لكم والله تعفوا ما قاعدت قاعدتا في نجري تعفوا كم على فعلكم لوحد كي عدي وجادي تو هذا الشي ما درش حاجة كبيرة يعني درت حويش خفيفة بالصاح الوقت والله ما عد يكفي عدا نهار قصير وإنسان مني نوض هو جريمنا جريمنا ما يكفيش الوقت أبدا المهم درت يعني كيما قلت لكم حاجة في صابلي في درت طمينة في يعني طمينة المو والله ما عنديش الوقت ما درت له شمان با ديكور يعني ديكور يعني اللي لايق بها يعني درتها خففي ويا الله كيما كنت شوفو هنا طيبنا بقهوة هنا حطينا لهم القهوة جدورتها القهوة دركة ومعالي قاتو كيما شتو هنا يا كيما هذو من نوعين اللي درته مانا يتعلم وغانك وتعالشوكولا والمقروض كان درتو مرتخوية ثاني يعطيها الصحة طيباتو هنا حطينا لهم القهوة هنا راح يشرب القهوة وحطينا القهوة مع البغرير والشارك ثاني درتو خطي ثاني ربي حفظها خطي الكبيرة هنا حطينا القهوة وهنا راح نسربه هنا أنا قاعدين نديسكيتو قال لي قلت لك انقصروا خطي الكبيرة هاي تسربي في القهوة ثاني يعني متعاونين قاع كل الاخر وش يدير وهذه الطمينة لمسكينة حقرناها الطمينة لماذا ديكور لايقبيها والله كان عندي كلش يعني ديكور كلش عندي بالسحة الوقت ما كانش باش نديرها ان بان ديكور ما كفنيش الوقت المهم جري جري النهار كيموكتلكم مقصير ويعني اللي يجي يقعد ما يطولش يعني لبالكم ثمثم يفوت النهار المهم ما راح شبكري درت بيت فيه وهناي هاي اختي ايدلكم كوكو وخاصة خاصة الصابحة صابحة كتعافي روحك في الفيديو صابحة ساميرا المهم هاكم تعافي روحكم في الفيديو باساميكم ان شاء الله المهم وديكم كوكو جميعا يا البنات المهم هاكي ما قلتلكم هنا انا ناكلو في الطمينة الله هالله هنا الطمينة ديت لها جنجلة وندرتها باللوز وتشيشة يعني عادي حمصتها اه ولا ما قلتش نشارك معاكم توتلي زيطاب يودلي الفيديو كبير بزيف اه دونك قلتلكم لاقطات يعني بارك هاك توبوها وهنا راح نوريكم باركلي كعدو اللي جابوهم جابوهم بنا يعني للبيبي اسقيرون أنا هذه كانت جيه غطة جيه غطة وولا جابوها الثاني جيكة غطة واقي ع applicants أخرى أجل غطة جيه غطة واقي هذه عندهم بخصهم estrاءات بافوار هي بافوار كما زيباث ساملك بادو تقريبا تقريبا تترجمة تبعوهم تقريبا تترجمة تقريبا ترجمة ترين يجبا هناك الكسابات والكاذوات لا تقبلها الاشتراك في القناة لا تشتركوا لا تدري الجرس الأسود اشتركوا اهلكم اصدقائكم بالفيديوات ان شاء الله تعمل فائدة وتكبر قناتنا ان شاء الله يا رب العالمين ونشكركم جزيل الشكر يا البناتة رب يحفظكم ويستركم يخليكم لي ان شاء الله يا رب العالمين بعد ما اشترك سيبت يا البنات هذا هو البيبيران نني كما كنت شفو اسقينونا ربي يحفظوا يخلي الوالدي ان شاء الله يخلي هنا ان شاء الله يا ربي ويتربى في عزنا انا بعد ما رحو اضيافنا كما اشتو خرجو اي حكمت انا ثاني طريق اخسرنا المعنات يعني نحينا هذي كتحرحي لكم على بيلكم نقينا كل شاء الله بعد حكمت الطريق روحت الضاري انا في الطريق انا رحال الضاري هان مدايدين حنا للمياق تعلن العام جديد وكاولا نويل ووالا المهم بعد ما وصلت الضاري اي رح انطيب عشيق كما كنت شفونا كنت عندي هذي الكابوية واشتع هذا المال بالبحث والشامبينام نقوم بتغطي بشليه حمس حبات الشامبينام وقد قطعت كل شناف لها كوكوتين بالبحث عن جميع كترة باكبرباء يعني ماش بزاف كترة ماتيبة بارك ونقوم بلخش嫌ظت عشيق كبير بالرغوة ثم أضغت الملح ثم أضغت الملح ثم أضغت الملح سأضغت الماء السخون ثم أضغت عنها أضغت الملح ثم أضغت تجربها لأنها بنا يعطيها خاصة الغل قمت لخلق ثم أضغت ملح دكا وخليتها الطيب من جهة اخرى رح ندير معها الحوت هذا الحوت الباني يعني بواسون باني كولان كولان دالاسكا جي كبير وباني فيها الصاشي هذي فيها خمس حبات دونك رح ندير اربع حبات رح نديرهم في الفور يطيبوا لي رح ندهنهم بشوية تعزيت ونديرهم في الفور هنا بعد ما طابت لي هذي البوتون تنتعي رح نرحيها بالميكسر كما كما كم تشوفو هنا ايه نرحيها مليح ورح نزد لها هنية الماء بس قد جيني خاطرة كما كم تشوفو كما هاك رح نزد لها قومة من الماء ونخلي اتغلي شوي بارك زيت سخنجة مليح ونبعدها رح نديرها فالاشتو هناي بعد ما ما رحيتها بياكم الفور رح نزدها شوية تعلمة بس قد جيتني خاطرة ونضوكها ثاني على الملح لعد محتاجها ملح ولا نزدها الملح والا احنا زيت لها شوية تعكوب بس كانت مخصوصة شوية وزيت لها شوية على الملح ثاني والا باش مجينيش مالحة ونحبش ندير حاجة مالحة بعد ما ما ميكسيتها عادت لي كما كم تشوفو هنا هاك مليحة درت لها هنالك خملي كيد درت لها مدى تلاش باكي كامل دون بارك ضمن واحد المصباكي هكذا كدرت لها وخلطتها هذه هي لسوب انتعنا اللي بدأت تجي واحد البنة وشو نقولكم جربوها وما تنبوش بنينة 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 تشاهي كما قلت لكم بعد ما طيبت لسوب انتعي رح ندير الحوت تتاعي في الفور هنا ونعمال مو يتقلق هو يجي مقلي بنينة يشاهي مقلي خير يعني تديرو في المقلعة دولو شوية زيت متكثرولوش وتقلوه يجي بنينة شاهي هنا كان زوجينا ما يحب ليش بزاف الزيت وما يحبش وعندي هذيك المقلات الهوائية انا عندي واحدة صغيرة يعني ما تدخليش هذي الحبال داخل دونك درتوا في الفور دهنتوا بارك بشوية زيت هكذا ودرتوا درتوا في الفور بس عالفور ما يجيش بنين كماتع المقلي المقلي يجي بنينة كثار يعني كثار من تاع الفور يعني والله غالب ان زوجي ما يحبش بزاف الزيت دهنتوا في الفور معادي ما رح ندير كيموتكم هنا يا كانت طب تلاسوا بنتا عيدرت هاليك خوتون وعلي بارك وهذا هو هذا هو روتيني تا نهار اليوم وهذا عشاية اللي درتوا اليوم ان شاء الله يجبكم يا لبنات الروتين تا نهار اليوم موجه مجمولي ونقولكم مع السلامة زينات موجه مجمولي ونقولكم مع السلامة زيانية مجم pigment